السلطة الباكستانية ترسل الناشطة في مجال حقوق الإنسان ميلالة يوسف زاية التي تعرضت لهجوم مسلح من قبل حركة طالبان لتلقي العلاج في أحد مستشفيات بريطانيا وتم نقل الفتاة التي تبلغ من العمر 14 عاما على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا بتنسيق مع حكومة الإمارات العربية المتحدة وترقد ميلالة في حالة حرجة للغاية بعد تعرضها لإطلاق النار من قبل عناصر حركة طالبان الذين استهدفوا حافلة مدرسية كانت تستقلها الفتاة برفقة زميلاتها وتنضل الفتاة الباكستانية من أجل حصول المرأة في باكستان على كامل حقوقها بما فيها الحق في التعليم وهو المجال الذي برزت فيه الفتاة الباكستانية ودانت العديد من دول العالم والسلطات الباكستانية ومنظمات حقوق الإنسان تعرض الفتاة لمحاولة اغتيال ترجمة نانسي قنقر